مسائل فل، أنا أحمد صبري وده برنامج الشاحباندر للموسم الثاني ليه حلقة الدم الأزرق مش الدبان الأزرق الدم الأزرق هو أحد أكبر إسحامات العلم والتطور الطبي في الفترة الأخيرة هو الدم الأزرق أو الدم الملكي أو الدم البديل أو الدم المعجزة أو الدم اللي بينقذ الملايين هو دم بيحتوي نفس مكونات الدم الطبيعي الموجود في جسم الإنسان لكن في مكونات تانية مش عندنا عندها القدرة أنها تحاصر وتقتل السموم البكتيرية وفي بعض المعامل بيحاولوا يستخدموه علشان يقدوا كمان على زعيم عصابة الفيروسات الفيروس الأكبر اللي اندوخنا وراه الكوفيد 19 وكمان فهو مرشح أن يكون بديل للدم الطبيعي في المستقبل القريب وده لأنه قادر بكل كفاءة أنه يحمل الأكسوجين ويوصلوا إلى جميع أجزاء وخلايا الجسم اللي حكيت لكم عنه ده مشاريع مستقبلية لكن فعليا حياتنا حاليا متوقفة على الدم الأزرق ده لأن العلماء بيستخدموه في اختبار تعقيم الأدوات الطبية والعقاقير اللي بتتحقن في الوريد فبيستخدموه بشكل أساسي علشان يتأكدوا أنها صالحة للاستخدام وده بسبب أن الدم الأزرق شديد الحساسية للسموم البكتيرية وبكده فالمعامل ومصانع الأدوية بيستخدموا الدم الأزرق علشان يكشفوا عن أي تلوث حصل أثناء التصنيع لكل الأدوية والإبر والحقن اللي حتدخل جسم الإنسان زي لقاحات التطاقيم والحقن الوريدية وكمان الأجهزة الطبية اللي بتتزرع جوه الجسم البشري وعشان كل اللي حكيت لكم عنه ده يعتبر الدم الأزرق أغلى السوائل على الأرض 8 اللتر الواحد منه يوصل لـ 13 ألف دولار والسؤال اللي لم حيارك دلوقتي يا صديقي من أول الحلقة ومن بعد معرفت أنه بـ 13 ألف دولار اللتر الواحد هو أصلا بيجيبوه منين السرطان البحري حدوية الحصان ده واحد من الملاك الأدامة للكوكب لأنه حسب علماء الحفريات عايش على كوكب الأرض من قبل الديناصورات ده عايش على الكوكب من أكتر من 450 مليون سنة تخيل نجا من حدسة النيزك اللي قضت على الديناصورات ونجا من العصور الجليدية اللي الأرض عانت منها ونجا من تغير المناخ ونجا من الحروب ده نجا من الحرب العالمية الأولى ونجا من الحرب العالمية الثانية وضمرهم مر عليه أيام سودة أسوأ من اللي إحنا فيها دلوقتي ومع ذلك كان عايش ومتعايش لكن حاليا وبسببنا أصبح معرض للإنقراض أو بلدق علشان دمه تعالى صديقي أحكي لقصته من الأول بيعيش النعداء من السرطانات في المحيط الأطلنطي والهندي والهادي وبيكون موجود بكترة على شواطئ الجزر في موسم التزاوج وخاصة لما المد بيكون عالي وده بيحصل في الفترة ما بدي الربيع في شهر مارس إلى شهر مايو أو يونيو وخصوصا في الليالي اللي الأمر بيكون فيها بدر تعالى كده صديقي أقرب لزهنك الصورة اللي بتحصل السرطان من دول مهما المحيط لف بيه لازم يتجوز فبييجي في موسم التزاوج والأمر بدر يطلع من المية متغندر في مشهد رومانسي جميل علشان ينتهز الفرصة والأمر منور والجاوب ورومانسي وجميل فيحاول يغازل سرطانة عاملة نفسها ليعني مكزوفة ويتجوزوا فما ينوبهم اللي اتنين لأن احنا نمسكهم ونصفي دمهم والحسن الحظ ان السرطانات دي لسه عايشة ولسه ماقرادتش رغم اننا بنصطدهم بشكل جائر فعلا حط نفسك ما كان اي حد على الجزر دي ليت الواحد بندم السرطانات دي بيوصل لتلاتاشر الف دلار ده انت كنت حتربيهم في البيت عندك يا صديقي نتكلم بقى عن الدم ده وخوصه أولا ايه سبب اكتسابه اللون الأزرق طبعا كلنا عارفين ان دب منا احنا البشر في عنصر الحديد واللي دوره مهم جدا وحيوي لانه هو المسؤول عن نقل الاكسوجين لكل خلايا الجسم طبعا الامهات يمعانوا لسه بيعانوا علشان الاطفال يأكلوا سبانخ اصله بصراحة طبق كشكل يخض لكنه ما فعليا من اغنى الاطعمة بالحديد وكمان اطعمة زي الكبدة واللحوم الحمراء بأنوحها بيمدوا الدم بالحديد اللي دمنا بيحتاجه وده اللي بيدي دمنا للون الأحمر وبما ليه سرطان حدوث الحصان دمه لونه أزرق مش أحمر لان دم سرطان حدوث الحصان يحتوي على عنصر النحاس الموجود في دمه الكترة وهو ده اللي مدي لونه اللون الأزرق بس مش اللون اللي كان شغله علامة قوي دمه بيحتوي على نوع خلايا أميبية اسمها واختصارها الطبي الخلايا دي قدرتها غريبة على محاصرة البكتيريا والتجلط حواليها ومن الميزة دي تم إجراء مئات التجارب عليه لحد ما تأكدوا فعلا أنه بيقدر يقضي على أي بكتيريا ضرة أو تلوث ومن هنا بدأوا يستخدموا الدم الأزرق في كل طرق التعقيم لأدواتهم الطبية قبل استعمالها على البشر حد يسألني وهما بيستخرجوا منه الدم إزاي؟ الحقيقة عملية استخراج الدم من السرطانات دي هي عملية خطيرة جدا لأنهم بيثبتوا السرطانات ويحقنوها بإبرة لحد ما توصل لواريد قرب القلب وبعدين يسحبوا حوالي تلت دمه وبعدين يرجعوا تاني للبحر الدراسات بتقول أنه 10% لـ 30% من السرطانات دي بتموت أثناء أو بعد العملية ده غير اللي بيموتوا بسبب التلوث وبسبب الصيد الجائر لأن في شعوب فعليا بتشويه وتاكله زي ما انت شايف في الصورة علشان كده بعد أنصار الحفاظ على البيئة وجمعيات الحفاظ على البيئة بدأوا يدوروا عن بدائل صناعية يختبروا بيها السموم لكن شركات الأدوية طبعا شايفة أن دم سرطانات أسهل ورقص حتى لو اللتر بـ 13 ألف دولار أصل البدال الصناعية دي لازم تعملها صديقي 100 اختبار وتعدي على مراحل كتيرة لحد ما تثبت قدرتها على تعقب السموم وتأدية مهمة الدم الأزرق ومن هنا عايزك تتأمل معاي الآية دي قال الله عز وجل وما أتيت من العلم إلا قليلا معلومة بسيطة عن سرطان عايش على الأرض من 150 مليون سنة فتحت قدامنا الطريق عشان نحافظ على حياة الملايين من البشر وعلشان كده فيلاليت كل ما تاخد تطعيم ليك أو كل ما ولدك ما ياخده تطعيم افتكر أن سرطان مسكين اسمه حدوة الحصان مات علشان أنت تعيش واحمد ربنا أنه نجاك مساء الفل